زينب بيقولوا بين تشرين وتشرين في صيف تاني لكن بسبعة وعشرين تشرين الاول رح يضبط السوريين ساعاتهم على التوقيت الشتوي فشو سبب التغير بالوقت شو تأثيراتها وليش مناطق معينة عم تخضع لهذا التغيير دون مناطق اخرى اسئلة نطرحها على رئيس الجمعية الفلاكية السورية الدكتور محمد يسعد صباحك دكتور صباح الورد سالي سيد صباحك زينب صباح الخير لجميع المشاهدين يسعد صباحك دكتور يعني كنا عم نحكي هلا تحت الهوى انه الجمعة الجاي في توقيت شتوي صحيح خلينا نحكي عن الفرق بين التوقيتين الشتوي والصيفي وليش يمكن العالم شوي استغربة تتأخر هالسنة التوقيت الشتوي تمام هلا مثل ما تفضلتوا بين تشرين وتشرين سيف تاني عم نشعر فيه هلا بشكل واضح موضوع التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي نحن يوم سبعة وشرين تشرين الأول رح نرجع لتوقيتنا الطبيعي اللي هو التوقيت الشتوي التوقيت الطبيعي لسوريا هو التوقيت الشتوي أما التوقيت المعدل هو التوقيت الصيفي الفكرة بدأت من عام 1784 دنيامير فرانكلين اللي مرسوم صورته على العملة الأمريكية هذا العالم كان بزمانه سفير أميركي بفرنسا فلاحظ أنه الباريسيين بيستخدموا الشموع بشكل كتير كبير فبعت رسالة مجهولة المصدر ما فيه كدبلوماسي يقولون أنه أنتوا كتير مسرفين بالشموع فبعت رسالة طلب فيه من الحكومة الفرنسية فرض ضرائب على كل من يزدل الستائر ويستخدم الشموع بشكل كبير من هون ومضت فكرة تبديل التوقيت لاستغلال الطاقة هذا الموضوع ما أخذ حقه لحتى عام 1916-16 نيسام بالحرب العالمية الأولى لما الألمان لاحظوا أنه بالصيف استهلاك الفحم يختلف عن الشتاء فطلعوا فكرة التوقيت الصيفي اعتمادا على دراسات العلماء منهم وليام وليت ومنهم هيردسون اللي هو كان عالم حشرات وليام وليت أيضا يعني الفكرة نبعت أيضا من مفارقة وليام ولد كلاعب جولف فكان ينزعج بالشتاء بيخلص وقت اللعب على السريع بالصيف معه وقت أكتر فطالب أن يكون التوقيت دائما صيفي أما هيردسون فلاحظ أنه الكائنات الحية أو الحشرات لها توقيتها الخاصة المختلفة على الإنسان ساعات نومة ساعات نشاطة من هون بلشت تومد فكرة تغيير التوقيت أول ما استخدمها الألمان عام 1916 لما لقيت هالفكرة نجاحة كتير كبير مباشرة بعد عام لحقه للألمان لندن فرنسا وبدأت تنتشر هالفكرة مع نهاية الحرب العالمية الأولى ردت رجعوا وسكروا على الفكرة مع بداية الحرب العالمية الثانية ردوا رجعوا فكرة تغيير التوقيت تغيير مرتبط بالحروب كان تماما ليش؟ لأنه في الفكرة بالطاقة بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية في بعض الدول حافظت على تغيير توقيتها في بعض الدول لا لغت الفكرة حديثاً بعام 1900 عام نحكي بالثمانينات والتسعينات بدأت كل الدول توحد مصطلحاتها على تغيير أو عدم تغيير توقيتها لكن بدي ركز على نقطة كتير مهمة نحن توقيتنا الطبيعي هو الشتوي التوقيت المعدل هو الصيفي يعني في 2730 الأول رح نرجع لتوقيتنا الطبيعي لكن أيهم الأفضل الطبيعي أو المعدل هلأ دفتور كنا نسأل عن التأثير للتقويمين يعني مثل ما تفضلت حضرتك التأثير للتقويم الطبيعي اللي هو بيبلش ب2730 الأول والتأثير الثاني اللي هو التوقيت الصيفي اللي نحن منعتمده تبعاً لتغيير الفصول تمام هلأ سبب تغيير التوقيت هو ميلام محور دوران الأرض 23 درجة ونص هل ميلام بمحور دوران الأرض يجعل أشعة الشمس الساقطة على الأرض يختلف من فصل إلى فصل من شهر إلى شهر مثل ما بتعرفوا بالاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي يتساوع تقريباً طول الليل والنهار بعد الاعتدال الخريفي يبدأ الليل بالطول والنهار بالقصر وبالعكس بعد الاعتدال الربيعي يعني مع فصل الصيف نلاقيه نهار طويل والليل أصير مع فصل الشيطين نهار أصير والليل طويل فبالتالي نحن منعدل ساعاتنا للاستفادة من ناحية الليل والنهار الأصير لكن إذا نشوف الفوائد والسلبيات أول شي عندنا موضوع التوقيت نحن لما نغير توقيتنا اتفقنا نحن عم نعتمد على موضوع الشمس التوقيت الصيفي هو التوقيت المناسب لأهل المدينة تماما التوقيت الشتوي هو التوقيت المناسب لأهل الريف تماما توقيت الصيفي أولا نهار طويل بالتالي في عندنا نشاط أكتر في عندنا دوام نقدر نعمل فيه نشاط نقدر نتسوى نقدر نروح مثلا نجي فيه معنى وقت بعد الدوام مثلا يكون حر أما بالتوقيت الشتوي منلاحظ أنه الفترة ما بين انتهاء الدوام وما بين حلول الظلام أصيرة لمعنى نحن هلأ مثلا بيعتم الدنيا بتبدأ غروب الشمس على الساعة ستة بعد سبعة وعشرين تشنين الأول بتصير غروب الشمس على الساعة خمسة نعم فبالتالي ينتهي يومنا تقريبا على الساعة خمسة أما الآن ينتهي يومنا الساعة ستة معنى ساعة بيقصر بيقصر حوادث السير تزداد بالتوقيت الشتوي السبب في كتير ناس تنزعج من أضواء السيارات والقيادة ليلا بالتالي هاي الحوادث كلها بتقل لي أنه نسبة القيادة بالشتاء ليلا أكثر منها بالصيف ليلا أهم شيء وأهم معيار لنا وهو موجهنا الطاقة الدراسات كلها موجودة أثبتت الدراسات أنه استهلاك التيار الكهربائي بالشتاء أكثر منه بالصيف بغض النظر عن التدفئة نحن عم نحكي على إنارة ليش؟ نحن لما تعتم الدنيا الساعة خمسة نحن نشعل الضوء شعلنا الساعة خمسة بينما لما تعتم الدنيا الساعة ستة كسبنا ساعة مؤسسات الحكومية إلى آخره إلى آخره كلها هاي عم تكسب طاقة إذن عندنا المعيار الأساسي بالتوقيت الصيفي هو الطاقة هلأ مشاكل تغيير التوقيت مشاكل كثير كبيرة مثلاً نحن بتلاحظوا أنه بدنا يومين ثلاثة لحتها نتأقلم ما بين تغيير التوقيتين ويا ما فيه ناس تتحجز بتأخير مواعيدة ع تغيير التوقيت لأن فيزيولوجية الإنسان بده وقت لحتى تتأقلم مع تغيير التوقيت اثنين صار فيه حادثة من الفترة الماضية صارت بألمانيا الحديد بده ساعة ليبرد ليتحول لفولاز إذا ما تعرض لتبريد ساعة بينفجر وبيعمل كارثة بالفعل بسبب تغيير التوقيت ما تعرض الحديد بألمانيا للتبريد ساعة فصار فيه كارثة بألمانيا صار فيه انفجار الحديد تسبب ضحايا حجز الطيران بتغيير التوقيت كمان بسبب إشكاليات ليش مثلا نحن بسوريا بـ 27 تشرين الأول من غير التوقيت لكن بغير دول مو بـ 27 تشرين أول بغير وقت فبالتالي فيه صار كل دولة عندها معيار خاص فيها نحن بسوريا آخر أسبوع بشهر آدار وآخر أسبوع بشهر تشرين الأول فبالتالي نحن عنا هذا التوقيت بيتغير فيه الوقت مثلا بلبنان لا بلبنان مثلا أول أسبوع من شين أول أول أسبوع من أدار مثلاً بدولة تانية يختلف فالدول جمعت هالمعلومات بالإضافة للمعلومات عن الطاقة بالإضافة للمعلومات عن السياحة وأثبت حديثاً أنه ميزانية سياحة أو عائد المنتجات السياحية وعائد مشاريع سياحية بالصيف أكثر منه بالشتة يعني بالتوقيت الصيفي أكثر منه بالشتة مشان هيك معظم دول العالم يلي كانت تغير توقيتها بين الصيف والشتة اعتمدت على توقيت واحد يلي هو التوقيت المعدل يلي هو التوقيت الصيفي وليس الشتوي يعني ما اعتمدت على توقيتها الحقيقي لا رجعت على توقيتها الصيفي المعدل فكمان نحن هون عم نعمل حملة لحتى نحن نقدر نعطي التفاصيل العلمية لموضوع التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ونشوف أهمية التوقيت الصيفي يعني نحنا إلنا بسوريا اليوم نحنا عنا تعرفوا الطاقة هي أهم شي اليوم الأجداء إلنا بسوريا أنه نبقى على التوقيت الصيفي طيب هلأ بيجينا الاعتراضات الاعتراضات بتقول طيب طلاب المدارس بالتوقيت الصيفي يخرجون إلى مدارس أنا آسف سالي بدك تسأليني لا لا أخذ راحتك المدارس عم يطلعوا الطلاب بيطلعوا بتلاقوا الدنيا عتمة طيب هي مشكلة التوقيت الصيفي الحل بكل بساطة أنه نأخر دوام طلاب المدارس بالفعل عندنا إشكالية كمان منحلة هي خروج طلاب المدارس والموظفين بنفس الوقت على أعمالهم ومدارسهم هذا بيسبب زحمة سير الأبده بيلحق يوصل ولاده على المدارس ويلحق على شغله فإذا حلينها الإشكالية وعدلنا بس بنصف ساعة لمواقية المدارس ومواقية الموظفين بنكسب نحنا التوقيت الصيفي إيجابيات التوقيت الصيفي ومنحل عدة مشاكل سوى بس بهالحل طيب كيف نحنا بنقدر نعمل هالشي بكل بساطة بنجيب بيانات من وزارة الكهرباء من وزارة السياحة ندرسها وعلى أساسها بيطلع قرار رئاس مجلس بزراء بتعديل أو عدم تعديل التوقيت يعني أنت عطيت لها حل كمان لمشكلة عم بيعانوا منا كل الأهالي دكتور خلينا نحكي كمان على المناطق اللي ما فيها تغيير بالتوقيت شو هي إيجابيات أو سلبيات مثل ما نحنا بنعرف أنه التوقيت الصيفي له إيجابيات وسلبيات والشتوي كمان بالضبط هلا أول شي بعد مداري السرطان وبعد مداري الجدي لا تغيير التوقيت على خط الاستواء لا تغييرها على التوقيت بكل بساطة لأن خط الاستواء دائما يتساوي الليل والنهار إذن ما بين مداري السرطان والجدي ارتفاعا أو انخفاضا هي أكثر دول تغير بتوقيتها كان معظم دول العالم بتغير بتوقيتها لكن بعد ما لاحظوا الإيجابيات والسلبيات مثل ما تفضلت زينب عن موضوع تغيير التوقيت لا مثلا مصر كانت تغير التوقيتها هلا أسبتت على التوقيت الصيفي روسيا كانت تغيير توقيتها الآن سبتت عن توقيت المعدل الصيفي اليوم نحن بيانين سوريا العراق الإردن مثلا الإردن بتوقع على السنة الماضية أيضا لغة تغيير التوقيت فإذا البضع الدول هي اللي بتغيير توقيتها إضافة لبعض الدول اللي نحن عم نحكي بأميركا بعض الولايات وليس دول بعض الولايات بأميركا يعني ممكن للولايات المتحدة الأميركية بالضبط ممكن لا بعض الولايات فقط تقوم بتغيير توقيتها اليوم هالدول لا يتجاوز عدد العشرة وخمسة عشر دولة معظم الدول سبتت على توقيت محدد يدي هو التوقيت الصيفي للاستفادة برجع بقلكم من موضوع الطاقة يعني اليوم نحن معظم حياتنا هي مدنية يعني سواء بالمدينة أو بالأرياف حتى بالأرياف صار يعتمدوا على المدينة أسواق مولات أجهزة رياضة حركة كلها تعتمد على المدينة أو تعتمد على الأجواء المدنية مشان هيك هذا التوقيت عم يكون مناسب أكثر لهذه الدول ولأولئك الناس مشان هيك منعظم هالدول سبتت توقيتها على التوقيت الصيفي هلأ نحن الدول البائية عم نحاول نسعى أنه كمان يكون توقيتنا هو التوقيت الصيفي الموحد ومن خلص من قصة بقى عدلنا التوقيت أو ما عدلنا التوقيت وإين تقول الناس بظل متلبكة بتشرين الأول ومتلبكة بآدار تمام فعلا إذا ما نلاحظ حركة المواقع التواصل الاجتماعي طلعت إشاعة ببداية شهر تشرين أنه توقيت الأسبوع القادم وبلش هذا الكلام مصح نحن ثابت عنا أنه بنهاية بالأسبوع الأخير من تشرين الأول بالجمعة الأخيرة من الأسبوع الأخير من تشرين الأول نحن اختارت فئاسة مجلسة بزراءة يوم الجمعة تحديداً من خميس للجمعة لأنه عطلة إحنا ما عدنا عطلين إحنا عنا مشكلة بالمامة أنتو الله يعينكم يعني عم تشوف أخي رامي كيف قاعد وعم يعمل شغله يعني بالطبع أنتو دائماً ضغط شغل الله يعطيكم العافية فهي مشكلة أنتو حتعانوا من اللي تتأقلموا يعني يوم الجمعة أنتو دائماً هو يوم الجمعة حتلاحظوا أنه كيف حتفيقوا تعبانين تعبانين لأنه في يوم ساعة نوم راحت عليكم هاي المشكلة نحنا عم نحاول نبقي عليها هاي إحدى المشاكل اللي بتظهر معنا باختلاف التوقيت اللي هو الحالة النفسية للإنسان يعني الإنسان أساساً ما كان فيه شيء اسم تغيير التوقيت هذا تغيير التوقيت نتج عن حرب عالمية نتج عن حالي ما ما أقول لك دكتور المنبه الفيزيولوجي إله علاقة حتى بساعات المتأخر اللي بي فيها الإنسان مية بالمية سالي مية بالمية الإنسان ابن بيقته فبالتالي تغيير النوم عليه تغيير التوقيت هذا كله بيأثر على حالة نفسية للإنسان مو بس على الحالة الفيزيولوجية بالضبط الحالة الفيزيولوجية عليها الحالة النفسية يعني فيه ناس بتحسيهم بالشتاب ينبسطوا أكتر بيرتاحوا أكتر متأقلمين مع التوقيت الشتوي أما الصيفي لا بالعكس فيه ناس ما بتتأقلم مع التوقيت الصيفي والإنسان نفسه لما يختلف معه التوقيت يختلف معه العقل الباطني فبالتالي يختلف توقيت النوم عنده فبصير عنده التوازن مختل فبيعاني من هالإشكالية. وبدو يومين ثلاثة على الأقل هالإنسان الطبيعي لحتى ها يرجع يتأقلم مع التوقيت الجديد. حتى زمانا بفي الصبح يعني. داري فيق الصبح. وخصوصي إذا اتأخر مثلا على عشغله أو شي فهذا الشي طبيعي يعني. تماما لأنه مشكلة مشكلة عنده. بجوز دماغه الباطني ما يتقبل أنه التوقيت تغير. نعم. فيضل مصمم على التوقيت الماضي. دكتور خلينا نحكي لك أنا على بما نحكي التوقيت آآ شفت فيه اللي بدو يصير الجمعة الجاية ان شاء الله. آآ يعني آآ كيف متوقع يكون هطولات الأمطار للبرد السنة قبل ما نفوت بموضوع تاني. تمام. هلأ بالمختصر للموضوع الشيتي هالسنة متل ما عم نلاحظ لهلا للساعتنا بالصيف. يعني. صيف بين تشنين وتشنين صيف تاني. آآ نحن نوهنا بيدقاءاتنا الماضية انه هالشيتي غريب هيكون. السبب هو الاحتباس الحراري العالي. اضافة له الشي اللي عم نلاحظه عالشمس. زيادة البقعة الشمسية عالشمس. هذا يعني انه نحن متل ما قلنا سابقا وفق الدراسات العالمية. انه هيكون عنا الصيف في الساعة ومستمر. الشيتي قصير وقاسي. لكن الصيف ممتد اكتر. هاللعز انه الشتوية رح تكون تقيلة لكن قصيرة جدا. ممكن شهر ايداش يكون كمان شو? آآ نسبيا. فيك تقولي. فيك تقولي نسبيا لكن بالنهاية تنخفط درجات الحرارة لكن ليس كما هو المتوقع. يعني ليس هو بيكتشرين الثاني. رح تنخفط درجة الحرارة. بس مو متل المعدل. وحتى حاللحظ انه كميات الامطار والثلوج عم دقيعة ثلوج. رح تنزل لكن فترات محددة. هذا كله بسبب ما يعرف باسم الاحتباس الحراري. يلي الانسان كان عم يلعب بالنار متل ما عم يقوله بالفترة الماضية. وهلا بلا شي حرق اصبيعه. السبب تماما انه لعب بالنسبة غاز ثاني اكسيد الكربون مو لعبة سهلة. هالانبعاسات الغازية ما كانت لعبة سهلة. الخطأ الكبير اللي ارتكبوا الانسان سواء بالتلاعب بالقطبين او بتلاعب بنسبة الثلوج او بالتجارب على المناخ او باطلاق المعامل والمصانع اللي غاز ثاني اكسيد الكربون كله هلأ بلشت تظهر تأثيره. نلاحظ انه 2015 و16 و17 تلت سنوات على التوالي سجل بالعالم اعلى درجة حرارة بالعالم. مهم. مسجلة اعلى درجة حرارة مسجلة صيفا. طيب هادا الشي شو هيعمل? هادا الشي رح يزداد ويزداد ويزداد لنصل لحالة ان الحرارة اللي ما عاد تحتمل الارض. فبنتحول من حرارة الى عصر جليدي مصغر. عصر جليدي مصغر يعني عنا دول كتير ما عد نشهدها. يعني متوقع ازا استمر الوضع على ما هو عليه نيويورك لندن بعام الفين وخمسين تختفي من الخارطة. نعم. عم حكي كلام علمي ودقيق ومدروس. هادا كلام مو بس كلامي هادا كلام جلساتنا بالامم المتحدة باجتماعاتنا بمؤتمراتنا. اليوم صار العلماء عام يناجدوا السياسيين حرصا على المناخ الارضي. وإلا الكارثة كبيرة. نحن مدارنا او منقع سوريا هي قلب العالم مثل ما بيقولوا على حوالين مدار السرطان. بالتالي تأثيرنا الاقل فعلا. لكن خليلا نطلع الدول اللي قريبة من القطبين هي تأثيرها الاكبر. هي اللي راح تغرأ بسبب زوابان الثلوج. هي راح تعاني اكثر ما تعاني من هذا الاحتباس الحراري. بالصين سالي يا زينب بيحطوا شاشات بالطريق ليشوفوا الناس غروب الشمس. لانه ما في عندهم غروب من الدخان ومن التلوص. بالمكسيك في اوقات محددة بالشهر بيحطوا عبوات الاكسجين. ما بيقدروا يطلعوا بدون عبوات اكسجين. هذا كله من التلوص من الاحتباس الحراري. فنحن مقبلين على كارثة حقيقية ان لم يتم درق مخاطر هذه الفوضى المناخية. نعم. يعني دكتور محمد دائما انت بتفيدنا بمعلومات بمعلومات هيك العالم بتستناها معلومات ما الكل بيعرفها. بدنا نتشكر وجودك معنا. وان شاء الله يا رب هيك اليوم بيستمتع العالم بنزول الشهوب. تماما سالي. اليوم كنا نحكي تحت الهواء انا وياكي الزينب والاستاذ رامي ان اليوم في عنا هطل شيها باسمه الجباريات. نسبة الى كوكبت الجوزاء او الجبار. هادا الكوكب المشاهدة عنا اعتبارا الساعة اتناعش ليلا. فينا اليوم نطفي اضوية البيت. نطلع ع السماء اول شي نعود عيوننا على عتمة حوالي عشر الربع ساعة. بعد الساعة ايدعش ليلا. ونشوف العاب نارية بسيطة. آآ بعد الساعة ايدعش ليلا اليوم. اليوم. اليوم واتمنوا كلنا.